السلام عليكم يا بناتا عاملين ايه? قبل ما نبدأ في الفيديو. آآ عايز اقول لكم سعر الطوق. يعني في اخر الفيديو كتيركم حامل لكم فيديو جديد وكده. فاحنا مش لازم نعمل فيديو زي. بصوا يا بناتا الطوق دي حيكلف معنا ازاي بالقطع. آآ الطوق نفسه باتنين جنيه سلك. الخارز اللي في الطوق نفسه لهوه مجال ستة. تقريبا عشرين جرام عشرين جرام دول عاملين خمسة جنيه. الفيونج اقول لي مسلا مكلفة جنيه معنا او او اتنين جنيه. كده خمسة واتنين آآ سبعة واتنين آآ تمانية تسعة. الطوق مكلف آآ بالقطع يا جماعة تسعة جنيه. يعني مفروض يتبعي اما بخمستاشر بقطع. يما بطناشر بالقطع. السلام عليكم وراحت الله وبركاته. ازاكم بنات عاملين ايه? رب تكونوا بخير. آآ وحاستوني خالص يا بناتكم بسان طيبين. اه وناس بتشار شعبان. آآ يعد عليكم الايام بخير وبلغكم رمضان. اللهم بلغنا يا رب. آآ شد حلكم في شعبان طوية وزبط عمركم كلا في العبادة. شهر بيرفع فيه الاعمال. نبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان كله الا قليل. فاحنا نحاول نصوم كتير في شهر شعبان. آآ ويوم من شاء الله ليلة نصف من شعبان نحاول نشد حنة فيها. آآ ربنا يا رب يصلكم كل حال يا رب. النهاردة عاملكم طوق خفيف بحيث آآ آآ نكفي او او ونتظهرك زياجة الاسعار. وان شاه الله. كنت قلت لكم قبل كدينا أعمل لكم فيديو على زياجة الاسعار. وبعد كنا ما عملتش ادعو علي كده رب ان يشفينا وعافينا. هاعملكم فيديو بازن الله وعملكم فيديوهات كثيرة ان شاء الله بالنسبة ايه العيد اللي جاي ان شاء الله في النهاردة هنا اعمل آآ طوق خفيف جميل. مش ببيكلف كتير يحس نبيعه بعشر دين شاء الله. ولو الجملة نبيعه بسبعا بازن بازن الله. بس الكلام ده لو انتم خايدين ايه? بالجملة. اما بالقطعة يعني مش هيبجة للجملة حلوة فيه. هنشتغل مع بعض و هنشوف. اول حقيقة بنات دي اللي حياتي نستخدمها. اه خرز مجاز عشرة. خرز مجاز ستة. او لو انتم مش عندكم مجاز عشرة ما عندكم مجاز تمانية نحاول نخلي ده مجاز خمسة. تمام? فارجي بين الاتنين بيبجي يعني ايه كزا درجة. يعني هنا عشرة. وهنا ستة. تفاجنا. ما فيش ستة. ما فيش الجز دي عشرة فيه تمانية يبجي هنا خمسة. يعني ازبطوا اموركم او جربوا. حيث لو بتعملوا بالخرز اللي عنديكم. تمام? عندي هنا عم واحدة مجازة اتناشر. اه ان شاء الله تكونوا اتناشر بازن الله المجاز ده. وحبت الخرز اللي هو دي. تمام? اتوقوا السلك اللازج الصاروخ القوي خالص اللي احنا عارفينه. والسلك الخطة السنارة اللي ناشف. مش المططة. تمام? انا حقطع حتة من خطة السنارة الناشف. اتا مش كبيرة يعني. خلاص. هنعمل اول حاجة او ممكن تبطعها اكبر يعني ان شاء الله تكفل. لو ما كفلش بجي نعيد الفيديو تاني مش مشكلة. خلاص? هنعمل ستة حبيات ستة حبيات كبار من الخرز. لو عنديكم ما عندكمش الوان عادي ممكن تخلوه كله ابيض يعني مش او كله افوات على حسب المجال اللي متاح عنديكم يعني. خلاص? كده واحد اتنين تاتة ربعة خمسة. واحد الستة. ونعمل برضو احنا بس نخليه كده ايه في الطرف. ونعمل برضو ايه? ستة من مجاز ستة. خلاص? نحاول بالنسل بتبقى مبتدئة تعمل اه اه تطور الخيط شوية عشان ما يفكش معه وان شاء الله يكفي مش عارف اللي حسن لو مش هكفي بس مش مش مشكل. يبدو نعيد الفيديو تاني. كده واحد اتنين تاتة ربعة خمسة ماشي وبعد دي راح ندخل حبة كبيرة من الخرز اللي هي ما جاء ستنشر دي. وبعد كده برضو هنعمل الكوبار ستة كوبار وستة صغيري. خلاص كده يا بنات بيبقى الشكل بالمنظر ده. خلاص كده. احنا للوقت عايزين نعمل في يونكا. فبنيجي بندخل كده الخيط بتاع الاتجاه ده في الخرزة الكبيرة من هنا. فبتبقى كده. تمام? وبنيجي ندخل الاتجاه التاني برضو في نفس الخرزة. فبتبقى ايه? نفس الخرزة الكبير. فبتبقى كده. احنا عايزين الشكل ده من الفيونكا. بتبقى بسيطة كده. بس طبعا احنا نربطها ازاي مع عبدالله. طبعا انتي اللي عمرتيه معنا ده. هتتربط ازاي. ماشي? انتي ممكن ليكي مطلق الحرية. ممكن تعمل ازاي ما أنا عملت كده. وبتيجي تبقى حد يا ما حد مسكلك. يا ما انتي مسكها عادي بايدك كده عصر انت تعودي. تمام? طبعا احنا هنا شدين. هتيجي بوصوا كده. بوصوا ركزوا يا ماما. بس هنيجي. اه طبعا احنا هنا الخرزة دي هنا. نرخيها شوية. وندخلها في الخيط كده. استنوا معلش. يا رب بتكونوا اي فاهميني. ونعجو ده هي بس عشان الخيط مش كبير فبنيجي ندخلها كده. بس كده. ونشد كده تعجدت. خلاص. بنعملها مرة تاني. الخيط اي اي اتجاه خيط عادي. شايفين انتو بنتو الاضاءة مضلمة. وبنربطها كده بعد كده مندخلها ايه? طب احنا كده عملناها فبيجيت هنا دايرة ايه? فمندخلها في الدايرة دي كده. بس نقصن بتاع القصيرة. بس كده. وبنتلافع بس ندخل دي شوية كده. بس كده. وبنشد. ناشي. شد ده خلاص كده. معنا دلوقتي الطرفي التاني. طيب انت هنا مرخية مع عبدالله ما احنا اللي معنا نشد هنا. هتزبط كلها ان شاء الله. نفس القصة. نشوف اي حتة كده في وضية. من الخيط. نعملها كده. تمام? وندخلها ايه? في العجدة كده. او زي ما انتو عايزين تربطوها يعني هي ربطتها ليها ليها حيات كتير. خلاص. وبعد كده بتدخل بتربطيها مرة تانية طبعا بس انا مش هربطها عشان بس هنجز لكم في الفيديو. وبندخل كده ايه? في الخيط. في الخرص دي يعني. ايه? الفيونك يا بنات بيجي بالشكل ده. تمام? لو لجتيها بيجيت معاكي كده. عادي برضو شكلها حالو. لو لجتيها انت عايز تعملها آآ مختلفة ناحية مختلفة ورحية معدولة يعني اها زي كده. بتبقى بالشكل ده. بتعملها كده يعني بس. خلاص. كده خلصنا الفيونكة. الخطوة اللي بعد كده بيبقى دور لازج الصاروخ. بس انت لو عايزة من هتعمل مجموعة ومن اول عايزة آآ تخلص الدين يعني تمسك كده لازج الصاروخ هي نقطة. نقطة كده بنراحة. وزي ما احنا بتفاجنا بنوقف ايه? بنوقف لازج الصاروخ على اي حاجة هنا عشان ما يتبعدين ايش. وبندخل الخرز الكوميتري كده ايه? في البتاع دي. لغاية ما ما ايدنا كده بتعمل حتة الحديدة. وبنسيبها ايه? تنشف. بنتسيبها تنشف كده. دي طريقة. الطريقة التانية. انت سريع باجوا عايزين نخلص. بتدخلي الطوق السلك. عشان احنا عايزين نعمل السلك كله خرز. فاحنا وعايزين نخلي الفيونك على جنب. فحن نربطها ازاي? نستغلي اني الفتحة بتاعة الكورة هنا او آآ الخرز اللولي. الفتحة واسعة شوية. فاحنا هنعمل كده ايه? نعملها بالطريقة دي. خلاص? نعمل بالطريقة دي. ليه انا عملتها في الاول? علشان لو انت مسلا عايز تعمليها هنا في النصة عاملية. عايز تعمليها هنا. ما اللي اخبطتكيش هدد الخرز اللي احنا هندخله. او ما تزبطي في يونكتك كده. طبعا احنا هنزبطها في الاخر الميلا دي. هتزبط في الاخر. خلاص? انا عايزها يبس كده على جنب. ودي الطوق كده. حي. يفضل راح نعمل ايه? نريحها كده. ونبدأ ندخل الخرز من الاتجاهين. من غاية ما نخلص خلاص. خلاص. دي اول خطوة يا بنات كده. اه عملتها. اه ممكن تملي الفرق تملي باجي الطوق وبعد كده تدخل الخرزين في الاخر ماشي. خلاص? خلاص كده يا بنات انا خلصت. هتحاول تمسكيها كده من الطرف. عشان ما يتكبش منك. طبعا احنا ده لسه برضو هنعمله. ماشي. وانا انا عنتي دي بتاع التلاجة ما بستخدمها عشيان. فممكن نحط كده التكفي ان يسنده بالراحة. يزبط نفسه كده. تمام? بس كده. وهنعمل ايه? نجيب لسج الصاروخ. نقطة كده هنا. ونحط الخرز الكميتري. طبعا هي بس هي طبعا مفروط بجيء مزبوطة بس عشان ايه? بس كده. بس كده يا طن. نحط هنا نقطة كده من فوق صغنونة. بس كده. تمام? هنيجي الحب التانية فين هو? انا في واحدة هنا. برضو هنعمل نحط حتة كده خاقب بتاع ده. ونحط ايه خرز الكميتري. نجيب تومش وصلة للاخر. هي اصلا هنا فيها مساحة. ايه? بس كده بريد. ونسيب التوقل غايت مين شافنا. نسيب التوقل لغاية ما ايه? لغاية ما ينشف بالطريقة دي. هينشف معنا ونرجع نتكمل. بصي بنات لغاية ما اسيبه وينشف. انا اعملت اه هعملكم في يونكا تاني. طبعا انا. اتكبت تاني. بصي بنات لغاية ما يتلوك ينشف. انا هعملكم في يونكا تاني بلون تاني. ماشي? انا هنا ما تغسطيتش اصلا. خليت السلكة زي ما هو خطس النارة. وفيه بيبقى فيه فتحة هنا عشان ما يتكرش معاكي. بتضغطي بالفتحة كده. ماشي? اشي بقى ما حدود. استني كمان. هنعمل كم حتة كمان. تمام كده? بصي بقى فيه طريقة اسهل لربط الفيونكا عشان انت تكوني مسلا لسه ما تعودش على الربطة. بتعمل الاتجاه ده بتعمل اول جانب. تمام? وبتربطي كده بكل سهولة. تمام? بتعقديم عجلتين وتشد يعنيم شوية كده. خلاص ماشي. وتغصيها. بص ابنات في حاجة برضو انا بعملها في شغلي لما كنت باشتغل في التوك. بعد ما بعجد الخيط بطريقة دي كنت بحط عليه نقطة لزج الصاروخ. تمام? فالعقدة خلاص ما بتتفكش. تمام? بس كده. وبنجيب الطرف التاني. بنجس برضو حتة خلاص كده. خلاص احنا اطراف اللي انا خلاص اتعمال. وبنشيل بتاع دي. بندخلها برضو ايه في نفس الوردة كده. فبتبقى اسهل من اسبالك. بتبقى دي اتعملت خلاص اتربطت. بتبقى دي اسهل. بنعملها بقى بنفس الطريقة اللي احنا عملناه في الاول. بصوا كده الخيط اهو. الخط الصنايرو داخل في الخيطة دي. بتجي لفيه حوليها كده. الوقت كده. تمام? وبتعقديها زي ما احنا عجاد نعمل شوية. انا بس احب جشد عليه كده عشان ما يفلتش. اهو بتدخليه كده. وقبل ما تشديها زي ما شدتها في المرة الاولينية. بتدخليه العقدة فيها. معا كده في النص. وبتطلعيها. عبتبقى كده. خلاص? وبتشديها. كده احنا عملنا ناحيتين بكل السولاء دي. حاولي دخليها كده عشان ما تفلتش معاك العقدة. دخليها في كم خرزة. خلاص كده يا بنات. بس كده. خلاص يا بنات. انا عملت الضوك بنفس الطريقة التانية. بعد ما عملت الفيونكا الاولينية. انا بس بانجز عشان خطر ايه? ما تقولش عليكم في الفيديو. اه. ممكن تعملي بالطريقتين. الاسهل بالنسبة لك اعتمد ديها يعني. بتاينة بتحطي نقطة من لازجة صاروخ. ماشي. وبتحطي الخرزة الكومتري. ثانية واحدة. ايه كده? وبتحطي النقطة فوجيها. بس وبس بها تنشف. ايه ما تبجي مسكاها? بس ما هي لازجة صاروخة بجواجف. حتى لما تكفلوا يا بنات. جواجف معكم. لاني لو ما السائل بيدخل في الغطايا وبينشف ما برضاش ايه? يتزبط يعني. بس وبينسيب عينشف. وبعد كده هننزج الفيونكا اخر حيو وحنكفل خلاص الفيديو. بنجيب يا بنات البتاعة كده وبنسنيتها زي اختها كده وما كانت ايه ما شنودة. خلاص كده. ده نشف خلاص. ازاي هنسبت الفيونكا بتاعته برضه بكل سهولة. بيجيب المنتصب بتاعتها كده. بس كده. بتجيبي اه الخرزة. شوفيه بس انا حتى الجفين. اه هنا في الخرزة دي تقريبا. حط لازج الصاروخ وبنتعمل هيك انا برضو. دي افضل ضريجة يعني بسراحة. بس هتتعب اللي انت تسيبيها اه? تسيبيها تنشف. وهتعمل التانية زيها. توسطنيها كده تخلي خرز ده في النص كده. بصوا كده يا بنات اه في مرحوزة مهمة خالص طبعا من الاتنين نشفوا. اه بالنسبة للوق ده لما انا زنكت الخرز بصوا كده ده من ده. بصوا كده هنا فيه فراغ ومخلي الفيونكا اصلا مرخية. لكن لما عملنا للطريجة التانية. وزبطنا الفيونكا تشدت معانا. وبعد كده لما زيت برضو عملت الخرز ده خارتو بالراحة. وزنكتو على اللولي فرنوس. زبط الفيونكا معايا من غير ما ايه? من غير ما تتلزج بلازج الصاروخ. لاني اصلا برضو مش يعني هتتعبكم لما تلزغوا بلازج الصاروخ والنقطة هنا والنقطة هنا هي صحة تبقى كويسة وهينجا بس هيتعب كامل. فاحنا نحاول على كد ما نقدر نستفاد من الخطأ اللي حصل دلوقتي. اللي احنا الطوق ندخل خرس كله كويس خاص ونمسكه باحكام. ونشوفه. يبقى زي الطريجة دي بالزرد. زي الطوق ده بالزرد. اما الطريجة دي هتخلي للالفيونكا مارخية معانا. وحتلاجي واحدة ميلة واحدة عالية. خلاص وحيبقى فيه فراغ هنا هيبقى شكله مش لطيف خالص. زي ما انتم شايفين. خلاص كده بنات. يبقى آآ ده شكله الطوق بتاعنا نهاردة. هيبقى بالشكل ده. ماشي. شكله لازيز خالص. طبعا لما هتلبس هيزبت مش هايب جمال كده. عايزين برضو تحطوا نقطة من جوة لزج الصاروخ في الكرة دي. هتلزج معك وحتبقى ناشفة كده مش هتتحرر كده ولا كده. هتلزج في الطوق من جوة. يعني مسلا تيجي كده. وتدخلي نقطة كده اي من جوة. خلاص يا بنات يا رب كنا يكون فيديو النهاردة عجبكم ونالاعجابكم فكرة بسيطة خالص. آآ لما تحبوا آآ اتبعوه هتبيعوه بعشرة جنيه بس. آآ لان الظروف مع الناس بيجت مش كويسة للوقت. وممكن نبيعوه بكم كمان لو جملة ممكن تبعيه بتمانية جملة. وانت تبعيه بالقطعة بعشرة. واحاول على كده ما اقدر الفيديو جاي في بدايته. هعمل لكم ميزانية صغيرة. لو انت اشتريتوا الاخرص ده بكام. وده بكام مسلا اطلقوا بحيث نعمل مشروع مستقل. هقول لكم ده هكلف كام وده هكلف كام. ويهي الارباح بتاعتكم منه. ان شاء الله كده الفيديو جاي بازن الله انتظروني. ممكن يكون بكرا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.